عاد التلاميذ إلى مدارسهم بعد إعلان متب التربية والتعليم في محافظة أبيان بدء العام الدراسي الجديد وسط مخاوف من احتمالية دخول المحافظة في موجة صراع جديدة عقب الصدامات المسلحة بين قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية والتي تسببت بتأجيل موعد تدشين العام الدراسي وتعليق الدراسة في جميع المدارس تحسبا لأي تطورات جديدة من الأسباب التي بدأت في تأخير تدشين العام الدراسي كثير من المعوقات طبعا الوضع الذي تعيشها هذه المحافظة وضع الاحتشاد وضع كل قوات تحشد مقابل قوات أخرى طبعا هذه أثرت على بداية العام الدراسي داخل هذه المحافظة تزايد وطيرة القلق وتأزم الوضع الأمني في عموم مناطق المحافظة أضاف إشكالية أخرى للعملية التعليمية خصوصا وهي تعيش حالة من التردي وتواجه المدارس منذ سنوات نقصا في الكادر التربوي بالإضافة إلى عدم توفر الكتاب المدرسي الذي تسبب ببطء في سير العملية التعليمية وأضعف مستوى التحصيل العلمي للطلاب أيضا نقص الكتاب المدرسي تنقلات عديد من المدرسين بعض المدرسين أصبحون هاجحين بسبب هذا الوضع خروجهم خارق المحافظة ذي كلها تؤثر على بداية العام الدراسي لحنا نرقو من السلطة داخل هذه المحافظة إن وقدت السلطة إلى الآن نتمنى أن أشرع وقت تعود السلطة تدير أمور المواطن تدير أمور الشعب هذا ضعف مستوى التعليم وفشل السلطات في إيجاد استراتيجيات جديدة للارتقاء بمستوى التعليم طيلة السنوات الماضية أحدث تراجعا ملحوظا في مخرجات التعليم لكن تأثر المنظومة التعليمية وعدم تجنيبها للصراعات يبدو إشكالية أخرى تهدد مستقبل البلاد لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان ترجمة نانسي قنقر